السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم اليوم سنحكي عن شو هو نظام التشغيل يونيكس وهل هو نفس نظام التشغيل لينوكس شو هي الاختلافات والتشابهات بين هدول النظامين النظامين تم تطويرهم بمرحلتين زمنيتين مختلفين متباعدين عن بعض الفرق تقريبا بين بداية الأول والتاني بحدود العشرين سنة أكتر أو أقل بشوي تم تطويرهم من قبل فرقين أو فرق مختلفة أشخاص مختلفين ومنظمات مختلفة ولأسباب وغايات مختلفة مع هالشي في بيناتهم كتير تشابهات هلأ رح نشوفها بالنسبة لنظام يونيكس فهو يعتبر الأقدم والجد الأكبر بالنسبة لكافة أنظمة التشغيل اللي منعرفها اليوم سواء كانت مبنية على يونيكس أو لا بس هو واحد من أقدم الأنظمة اللي لحد الآن ما زالت مستخدمة والعمل على تطوير نظام يونيكس ابتدى بنهاية الستينات بداية السبعينات وكان العمل وكان التطوير بشكل أساسي عم يتم بالولايات المتحدة ولحد اليوم نظام يونيكس غير متاح بلغات غير اللغة الإنجليزية عملية تطوير نظام يونيكس ابتدت بالعام 1969 بمختبرات بالتابعة للشركة الاتصالات AT&T الشخصين اللي اشتغلوا على هذا النظام هنن كين تومبسون ودينيس ريتشي اللي اليوم يعتبره من أعلام المعلوماتية وتم الإعلان عن الإصدار الأول من إصدارات يونيكس بالعام 1973 طبعا وقت اللي صدر النظام أو ليش بالأساس كانوا المبرمجين كين ودينيس اشتغلوا على يونيكس هو كان لحتى ينشقوا أو يعملوا منصة بوقتها كانت مخصصة بشكل أساسي للمبرمجين مثل ما بنعرف بنهاية الستينات وبداية السبعينات الواجهات الرسومية ما بقول انه ما كانت موجودة بس كانت نادرة جدا لهذا السبب النظام بالأساس وقت اللي بتدوا على كتابته كان مكتوب بلغة الاسمبلي اللي هي لغة الكمبيوترات اللي نحنا ما بنعرفها اللي هي بمستوى عالي بيتعامل مع الهاردوير مباشرة لسه ما كانت موجودة بس وقت اللي نشأت لغة الاسمبلي حولوا النظام بالكامل للغة الاسمبلي بس متماعقول انه كانت الفكرة الأساسية انه يكون منصة للمبرمجين مشان هيك نظام يونيكس بالأساس اعتماده بشكل كامل كان ولا يزال الاعتماد الأغلب والاستخدام الأغلب ليونيكس هو سطر الأوامر أو عن طريق التعليمات أما بالنسبة لنظام لينوكس فالنظام تم تطويره على مراحل بفترات زمنية كمان مختلفة ومتبعدة عن بعضها وبأماكن مختلفة من العالم واشتغلوا عليه أكثر من شخص واحد أو أكثر من فريق لحتى يعملوه فالنواة نفسها اللي هي اللينوكس تم البدء بالشغل عليها بعام 1991 من قبل مهندس البرمجيات لينوستيرفلز الفنلندي أما الحزمة أو مجموعة البرمجيات والتطبيقات التي تشتغل مع اللينوكس التي أغلبنا نتعامل معها اليوم فهي ابتدى الشغل عليها بعام 1982-83 من قبل مشروع Gnome أو Gnome Project اللي كان بيقوده المبرمج ريتشارد ستولمن وبعام 1992 مجموعة ثالثة من المطورين أو المبرمجين أخذوا المشروعين مع بعض دامجوهن لحتى طلع عندي النسخة الأولى من إصدار لينوكس الذي نتعامل معه اليوم ومثل ما حكيت يونيكس كان مخصص بشكل أساسي للمبرمجيين في حين أنه لينوكس أو Gnome Linux فهو مخصص أو موجه بشكل أساسي للمستخدمين بكافة أشكالهم مستخدم عادي مبرمج غير مبرمج فهو موجه لكل الناس طبعا هلا إذا بدنا نحكي على الاختلاف الأكبر بين النظامين فهو أكيد رح يكون التكلفة وشو هو النظام بحد ذاته من حيث هل هو مجاني ولا مدفوع ولا حر ولا لا فنظام لينوكس هو نظام محتكر على الأعام الأغلب وماله مجاني وبيتم إصدختامه من قبل شركات في حين أنه لينوكس مثل ما بنعرف فهو نظام مفتوح المصدر مجاني حر ما في عندك أي قيود بتستخدمه بالشكل اللي بتحبه وكيف ما بدك والنقطة الثانية أنه نظام يونيكس دائما أو تسعين بالمئة من الحالات بالتم اللي بيستخدموا هني الشركات وبيكون أنا ما فيني أني روح وجيب بس نظام يونيكس لحاله النظام بيكون جايب مع الهاردوير أما لينوكس فأنا فيني لاقي وينما كان ماله مقيد بهاردوير معين ممكن أنك تشوف اللينوكس موجود بالآلة الحاسبة وصولا للسوبركمبيوترز وصولا لمركبات الفضاء وينما كان راح تلاقي لينوكس موجود حواليك وأكيد كلنا بنعرف أنه أندرويد اللي هو نظام التشغيل على الهواتف المحمولة واللوحيات الأكثر استخداما بالعالم النواة اللي بيستخدمها هي نواة لينوكس والسيرفرات والمخدمات بكل العام تقريبا 99% من السيرفرات شغالة على اللينوكس يعني انتشار لينوكس أوسع بكثير كثير من يونيكس هون لازم نعرف أنه اللينوكس وقت اللي ابتدى تطويره كانت الغاية منه ما أنه يكون عبارة عن ما أنه يكون مشتق من يونيكس وإنما أنه يكون نسخة كلون عن نظام يونيكس لينوكس وقت اللي عمل هذا النظام كانت الفكرة هو بالأساس ليش كتب النواة؟ لأنه بوقتها ما كان عنده قدرة أنه يجيب كمبيوتر أو وقته ما كان اليونيكس هذا الكلام بالتسعين كان في عنا إصدارات مشابهة لليونيكس اللي هي المينيكس على ما أعتقد فهو ما كان عنده قدرة أنه يشتري كمبيوتر مينيكس فراح قال رح اكتب نواة لينوكس اللي كانت بوقتها عملها تحاكي أو هي نسخة كانت عن المينيكس وبعدين صارت نواة مستقلة بحجزاتها ووصل للمرحلة اللي بنعرفها اليوم بس يب كل الفكرة بالأساس أنه النواة انكتبت لأنه لينوكس وقتها ما كان عنده قدرة أنه يجيب كمبيوتر خاص فيه فقال لا أنا أكتب النواة وبعدها إجيت ناس تانين ضافوا الأدوات وعملوا النظام المتكامل بالنسبة للتشابه بين النظامين فالنظامين من حيث الهيكلية أو البنية متشابهين مع بعض بحيث أنه أنا بالنظامين في عندي ثلاث مكونات أو ثلاث عناصر أساسية ألا وهي النواة الكرنل العنصر الأهم بأي نظام تشغيل فوق النواة رح يجي عندي ما يسمى بالشيل الصدفة أو القشرة وفوق الشيل رح يجي عندي الأدوات والبرامج اللي بتكمل النظام هلا الاختلاف بين النظامين بيجي من حيث أنه بحالة تيونيكس النواة والشيل والأدوات كلها بيتم تطويرها وكتابتها ومبيعها كحزمة وحدة يعني نفس الشركة المطورة لليونيكس سواء كان سيستيم فور سيستيم فايف ماك فري بي اس دي بي اس دي فهنين اللي بيعملوا كل هاي المكونات أما بحالة لينوكس فأنا رح شوف أنه كل واحد من هاي العناصر تم تطويره وكتابته من قبل فريق مختلف عن الثاني يعني النواة مثل ما قلنا كتبها لينوس الشيل أنا فيني استخدام أكتر نوقة أكتر من شيل واحدة فيه عندي كتير أنواع من الشيل واليوتيلتيز والأدوات مثل ما بنعرف فيه عندي كل البرامج اللي شغالين عليها فرق وين مكان حول العالم فهذا الاختلاف بينهم أنه كيف بتم توزيع مكونات النظام وليس هيكلية النظام بحد ذاتها بحالة لينوك بحالة يونيكس ممكن بعض الناس يفكروا أنه اليونيكس هو نظام واحد لا اليونيكس وقت اللي نشأ كان نظام واحد اللي هو كان لشركة AT&T بس بالسبعينات أنا صار في عندي إصدارات ونسخ من اليونيكس يعني شركة AT&T باعت النظام لنقول لبيركلي سوفتوير بيركلي سوفتوير بالسبعينات عملوا نسخة تانية من اليونيكس اللي سموها بيركلي سوفتوير ديستربيوشن اللي صار اسمها البي اس دي والبي اس دي اللي صدر منها أكتر من نسخة مثل ما قالت السيستيم فور السيستيم فايف وكانوا كلهم مبنيين على لايسنس على رخصة تم تطويرها من قبل بيركلي الآن بالنسبة للبي اس دي بعدها كمان كان في عندي انتشار وكان في عندي توزيعات أو إصدارات من البي اس دي بعضها كان مجاني ومفتوح المصدر واللي منه بعدين نشأت عندي أنزمة الفري بي اس دي والاوبين بي اس دي وبعضها كان محتكر مثل ما عملت أبل اللي أخذت الفكرة من البي اس دي أو روح البي اس دي وبنت عليها نظام الماك انتوش فمشان هيك هلأ نحنا وقت اللي منحكي عن هاي الأنظمة سواء كانت لينوكس أو البي اس دي أو الماك فكلها تسمى يونيكس لايك ليش لأن كل هاي الأنظمة بتتشارك بحيث أنه في لها هيكلية متشابهة إلى نوعا إلى نوع ما مع اليونيكس وتقريبا تعاملها إذا كنا عمالة نحكي عن الترمينال بيكون متشابه بس في اختلافات بين كل واحدة والتانية الماك انتوش محتكر الفري بي اس دي الكرنل والشيل والأدوات مطورين من قبل نفس الفريق الأوبين بي اس دي كمان نفس الحكي أما اللينوكس فهو متاح للكل وأي واحد بيضيف عليه اللي بديويا هذا الكلام ومعنى أنه الفري بي اس دي ماله مجاني لا مجاني ممكن أي واحد يضيف عليه بس هذا الشي لازم يكون بموافقة الفريق المطور للفري بي اس دي طبعا من ناحية الأمان النظامين سواء كانوا يونيكس ولا اللينوكس وهو بالليونيكس كمان بقصد الفري بي اس دي والأبل من ناحية الأمان بيعتبروا آمنين جدا ليش لأنه هيكلية النظام أو بنية النظام بالأساس أو النظامين بالأحرى ما بتسمح لي أني نفذ أو شغل أي تطبيق إذا ما كان في عندي صلاحيات محددة الصلاحيات حكينا عنها بفيديو قديم بفيديو ماضي فأنا إذا ما كان عندي هذه الصلاحيات ولا واحد من هذول النظامين ومشتقاتهم رح ينفذ البرنامج ولكن اللي بيميز اللينوكس والفري بي اس دي أوبن بي اس دي نيت بي اس دي البدائل الحرة والمجانية أنه عملية العثور على الثغرات والتحديثات بيتم بشكل أسرع بكثير من اليونيكس وبدائلها المغلقة المصدر فهذا الشيء بيجعله إليه الأولوية إليه الميزة أنه الأمان فيه يمكن يعتبر أحسن من اليونيكس هذا الكلام مو معناه أنه اليونيكس ما بي اسواء لا اتنيناتهم من حيث الأمان أكيد أحسن بكثير من البدائل مثل ويندوز هلأ وقت اللي صدر أو تم تطوير نظام لينوكس كانت الفكرة أنه الفلسفة اللي اعتمد عليها أو اللي نبنى عليها النظام تكون مشابهة لفلسفة يونيكس وهي نقطة أنه يونيكس هي بالأساس عبارة عن فلسفة فلسفة أكثر من كونها نظام تشغيل ما هي فلسفة تيونيكس؟ فلسفة تيونيكس أنه أنا بكتب برامج صغيرة البرنامج وصيفته أنه يساوي شغلة واحدة فقط لغير يعني مثلا أنه أنا بدي أعمل عملية لنقول أني دور على كلمة بالقاموس أو بدي أعمل عملية فرز فأنا بكتب عدة برامج كل برنامج بيساوي لي شغلة معين مثلا إذا كنا عم نحكي باللغة الإنجليزية بساوي أول برنامج بيحول لي لنقول أنه القاموس اللي عندي كل الكلمات الموجودة فيه بأحرف كابيتال فأول شي بيكون في عندي برنامج لأكتب لحول الكلمات من أحرف ممزوجة صغيرة وكبيرة لكابيتال بعدين بساويلها بيكون في عندي برنامج ثاني بيعمل عملية ترتيب أو فرز حسب الترتيب الأبجدي بعدين بيكون في عندي برنامج ثالث بيعمل مقارنة بين الكلمة اللي عمالي يدور عليها والكلمات الموجودة بالقاموس وبعدين بيكون في عندي برنامج رابع اللي بيرجع لي أو بيعطيني الكلمة موجودة بالقاموس فهلأ أنا هنصر في عندي أربع برامج كلها برامج بسيطة أو منفصلة لمهمة واحدة فقط بجمع بينها بربط بينها عن طريق ما يسمى المواسير لحتى أحصل للنتيجة النهائية اللي هي إن طالع الكلمة من القاموس هاي هي فلسفة يونيكس أنه أنا بكتب برامج صغيرة لأحصل على نتيجة واحدة لينوكس ببداياته كان نفس الشي بس هلأ متل ما بنعرف أنه أنا صر في عندي برامج لينوكس كثيرة برامج كبيرة وضخمة وهذا البرنامج بيساوي كل هاي الخطوات اللي حكيناها ما في عندي عملية التجزيق صار كله مبني ضمن البرنامج الواحد حتى الواجهات الرسومية أو الديسكتوب انفارومنت كمان هاي مبتعدة عن فلسفة يونيكس وبالنهاية لحتى اللخص اللي حكينا مثل ما قلنا أنه النظامين متشابهين أكيد متشابهين الهيكلية والفكرة نفسها بس واحد منهم كان عبارة عن نسخة كلون وليس مشتق من الثاني الشريحة اللي بيستهدفها كل واحد من هدول النظامين مختلفين واحد منهم موجه للشركات الثاني موجه لباقي الناس أو لكل الناس واحد له استخدامات محددة الثاني ممكن أن يستخدمه بأي شكل من أشكال الحياة ولأي غرض بديها والقيمة واحد مجاني والثاني مدفوع بالنهاية كل الشكر للناس اللي تابعت الفيديو لآخره الشكر خاص مثل العادة للمشتركين بالقناة بالنسبة لغير المشتركين أهلا وسهلا فيكم أنتم مرحب فيكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى يوصل لكم جديد نوفرتك لا تنسوا مشاركة المحتوى مع أصدقائكم وأصحابكم بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله